ندخل مع بعض على سؤال 16 إزاي تجاوز الخوف إني أبدأ وإيه التركيبة اللي يفضل أي حد لسه نبتدأ إيه إبدأ بيها لإنها سهلة ومش هتعقب معها الدنيا يعني إزاي تجاوز الخوف إني أبدأ الخوف من أي حاجة مش هيتكسر غير لما أنت تبدأ هات حاجات بسيطة هات كيميكالز بسيطة وإيه نا خد الموضوع أنه هو بمبدأ التسلية يعني أنا زي ما حارتك قلتي إن الصلاة اللي طالعين جداد كلهم يعني بياخدوا موضوع شوية بشدة على أعصابهم أنا عندي هدف لازم أبدأ لازم أعمل لازم أبيع كمية قد كذا في الشهر لأ الموضوع لازم ناخده بسلاسة يا جماعة عايز جدا أنا بس متعلم الموضوع بسيط طبيعي إن أنا أغلط في أي مجال أي مجال حتى يعني لو هنصنى حتى الكروشي نفسه طبيعي إن أنا هفضل أغلط في الأول لحد ما تعلم وكل حاجة بتيجي مع الوقت فأول حاجة عشان تكسر خوفك إن أنت تبدأ ما تخافش تبدأ ابدأ وهتلاقي خوف ده راح لوحده ابدأ كمان بحاجات بسيطة يعني أنا دايما من رأي الحاجات اللي هي فيها ألوان التنت مثلا التنت ده بسيط جدا شوية مثلا سيء مثلا مية مع شوية تون مع شوية مرتبات موضوع خلص بس أنت هتاخد كده يعني ثقة في نفسك أول ما تلاقي إن أنت عملت منتج وبتحطه وثابت وبيدي لون ومثلا ما دي بنت خلتي خدته ودي أختي خدته وبيستخدمه الدنيا كويسة هتبدأ الثقة تيجي من هنا والثبات على الخطوة كمان ييجي معيك فكل الحاجات دي ابدأ بحاجات سهلة ابدأ مثلا مع حاجة زي اللب زبزة الشفيف دي شوية شمع عسل مع شوية زيوت مع شوية زبد بس خلاص هتلاقي إن انت طلع معاك نتيجة ترتيب سباية كل الكلام ده فهتبدأ إن انت تاخد الثقة في نفسك ابدأ دايما نجمع بالحاجات السهلة بلاش الكريمات الكريمات دي خطوة أتقل شوية ابدأ بحاجات سهلة حاجات تتحط مثلا على الويتر بس عندك وتلاقي تطلع عندك منتج تصبه بس تلاقي فيه تطلع منتج حاجات دي بتدينا طبعا ثقة في نفسنا وبتخلينا نروح للخطوة اللي بعد كده طبعا